تقدر تروح على مكتبك يا أستاذ رمزي أنا عاوزة المهندس حسن حاضر وتجيب لي التقرير اللي طلبته قبل ما اليوم يخلص حاضر باستنيك في مكتبي تقول الحاجة؟ لا ما بقولش طبعا أنا فهمت إن أنت والأستاذ رمزي صحاب ودلوقتي حضرتك عرفت إني أخته أنا بقى مش عاوزة حد في المكتب يعرف إني أخته ما قدر موقفك لغاية ما أفصله تفصلي مين؟ رمزي ليه طيب؟ عشان عدم التزامه أنت الحدي تدحكمي؟ أولا نسمع حضرتك إيه أنت دي؟ أنا بقولك حضرتك حاجة تانية أنا عارف أخوي كويس أنت عندك حضرتك عندك خلطة في الأمور نعم مش من حقك تتبني أحكام مسبقة أي أن كانت علاقتك بيه دا ما يديكيش حق إنك تبقي مسبقة بقرار فصله مش هو بس لا أنا بتحددش مين قالك إن أنا بتكلم عليك؟ اسمع عن حضرتك أنا حدخل في الموضوع على طول لأني تعودت إن أنا أكون صريحة أنا عارفة إن الشركة كلها كانت فاكرة إن أنت حتيجي مكاني يفهموا لي أجبهم المنصب دا لو أتعرض علي أنا أعتذر عنه فعلا؟ مش محتاج أثبتك أوكي مش هصدقك لأني تعاملت مع ناس كتير شبهك في الشركات التانية شبه إزاي يعني؟ يعني كل الأمور في إيديهم ما بيحبوش يبقوا في الصورة فالمدير لما بيكون عاوز ياخد قرار ما بيقدرش ياخده غير لما يرجع لهم دا بيرديهم نفسيا قدام الموظفين بس لما بيحصل غلط المسؤول هو اللي بيشيله اللي بيبقى في وش المدفع إيه وش المدفع دي؟ واضح إنك اتعاملت مع ناس مرضى أنا مش كده أنت فاهماني غلط فاهمي الصح حضرتك لسه مستلمة الشغل مبالح طلبت مني طلب؟ لما طلبت من موظف عندك في الإدارة قالي إن الموضوع عندك إنت يا بش مهندس واضح إن حضرتك فعلا عندك خلط خلط؟ آه خلط اختصاصات قدرت المشروعات دورها إنها هتدرس كل المشروعات اللي موجودة في الشركة وتشوف لو فيه مناقصة أو مفيش أو إسناد بالأمر المباشر دورنا بقى إن المشروع ده يرس علينا فين المعلومات الجديدة اللي بتقولها؟ إنه مش دور إدارتي خالص تلف على المقاولين اللي انتوا جابينهم ينافزوا فيه إدارة اسمي قدرت التنفيذ هي المنط بيها القيام بالدور ده وأنا عشان خبرتي وعلاقتي بالشركة كلها بقدم التقرير دي عشان عارف إن المهندس ردوان مش فاضوا بيلفة في المواقع أنا بقى هنا عشان أشيل الخلط اللي انت فاكر إنه هو خلط بطرياتك دي مش هينفع ومش دورك تقولي أنا عارف أعمل إيه أم عارفش بصي أنا كنت متشائم لما أول مرة قابلتك وخبطتلي عربيتي وتخانيقنا وابني كان فاكر إنه يعني بنتك لها علاقة لو سمحت لو سمحتين تنسيبني أكمل وتاني مرة تقابلنا في الإسم أنا بالبيجامة طبعا كل دا كلام غريب بالنسبة لي بس اللي معرفت إنك أخت رمزي بقليك مكانة خاصة جدا عندي عشان رمزي مكانته كبيرة قوي وغالق علي وأنا أساعدك أساعدك تعرفي كل كبيرة وصغيرة في الشركة شكرا على كلامك اللي مفهمتوش بس أقدر أرد على اللي فهمته أنا مش محتاجة مساعدة من حد شكرا هو أنا ممكن أقولك حاجة شخصية قبل ما تقوم تفضلي؟ سيب مامة الولاد هالة تكون متدخلة معاهم سبحان الله كنت حظب منك نفس الطلب بالظبط بساء الخير ألف ألف ومبروك علينا وبعدك يا باش مهندسك الشركة نوارك شكرا ردوان الجامل يا فن مدير إدارة التنفيذ أنا آسف مالهاتي شاجي مبارح أنا كنت ببرسعيد وطلعت على أبو إير بتابع الشغلة فن إزاي يا باش مهندسك حاسا؟ إزايك؟ هو بس السؤال المهيني هم إزاي يعملوا فينا كده؟ آه شوفت إزاي جاولنا أمر تكون رئيسة مجلس الإدارة؟ إيه الكلام ده يا باش مهندسك؟ جدام قوي بتقول حاجة؟ لا 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 بقول عن زنوب حلوة قول بنافسجك طول عمراء علاقتها بي غريبة وطول الوقت رفضة أي حاجة بعملها ما قدرتش تقدر ظروفي وتفهمني الحاجة الوحيدة اللي قبلتها مني إيها بابني حتى بناتها حرمت منهم عندها أربعة زيك بس رغم كل ده هي طيبة جدا طيبة طبعا واختك اللي لازم تقول كده؟ لا والله طيبة جدا بس هي دماغارات بغلط رمز انت فعلا ما كنتش تعرف؟ بقولك حرماني من بناتك يعني مقطعاني خليه بالك انت لما قلتلي نادية أنا مربطتش هي فعلا أول ما تعينت زمانة تعينت هنا في الشركة اشتغلت مدة وصيارة قوي وبعدين خرجت اشتغلت في القطاع الخاص عشان كده أنا مربطتش وبعدين بقى أكتر حد بقى هيتقدر في الليلة دي أنا مش انت تعرف انها عايزة تفصيلك؟ قادرة وتعملها وتقولي طيبة على الصراع مش فهمك صدقني لما هتتعامل معها هتفهمها أنا مش عاوزة تتعامل معها أصلا عشان خاطر يقع في جنبها يا رمزين والله أنا أقول ما عرفت انها أختك حاولت بس هي هادمها ناشفة انت هتقولي سيبها سيبها تخد التجربة بنفسها وتتعلم ما ردوان دخل عليها بالشويتين بتوعهم واضح انها بتحب الحاجات دي بس هي لازم تعرف ردوان بيعمل ايه؟ ده ده الوحيد في الشركة اللي ما بيجيش غري يوم أو يومين في الاسبوع والله طبيعة شغله كده الصفر واللف على المواقع ده المتابعة طب بزمتك هو متابعة حاجة ده صائع نوص الشهر احنا مال؟ طب والسف اللي بيسفه من المقاولين هو اللي هنعيج مزيده يا رمزي اللي زيوختك دي لازم القنبلة تفقق عفو الشاه عشان تفهم ولو ما فهمتش انت مش بتقول انها شطرة وبعدين جزء في نين؟ جزء موجود دكتور وعيش معاها وراجل طيب جدا ما لازم يكون طيب عشان يستعمل والله لو عرفت ظروفك هتتعاطف معاك لا 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 يا رمزي موضوع ظروفك هتتعاطف معايا عشان ظروفي ده انا محبوش ده لحد دلوقتي فهمة ان ام العائل عايشة معايا وانا محاولتش صلح لها انا محبش طريقة دي لو سمحت ماشي استغفى الله عزيلا استغفى الله عزيلا هنا يا أخلي يا رب يا يمين الحرباية اللي جات لنا جديد ما تحترم نفسك يا رمزي ما هتسيب كل واحد يقول له وعاوزه يا مش قلتلك مش عايزة حد يا رب خير يا عشور ايه اللي حصل طلبت من أستاذ متحطة معندس رأيتي اني شيل الانترنت من كومبيوتراب بتاعتنا ويخلي الانترنت للمدرين للمرسلات بس ربنا هنتين منها يا رب هي وانلي منها يا عم هي ازيادة أذى ما كفاية بقى تتحك